السلام عليكم متابعين في قناة سما سبورت اهلا ومرحبا فيكم اليوم احب احكي شغلة صغيرة بجوز كثير من الناس المنتخب السوري عم يعاني من ازمة قبل مباراة ايران شو هالأزمة؟ نقص الهجوم صح عنا تقريبا ان اكتمل الدفاع وواسقين بحراسة المرمى ورافعين راسنا بخط الوسط ولكن يا شباب بينقصنا اللمسة الاخيرة واللي بيفهم كرة قدم وبتابع كرة قدم وبتابع المنتخب السوري راح يكتب لي اكيد انت كلامك صح لانه في مشكلة حقيقية وشوي تفاصيل عن باقي المواجهات ويا حل ترى راح يتم تغيير ملعب المنتخب السوري لانه الملعب تسعى عشر تلاف لك عمري انتو جماعة الفيسبوك اللي عم تنشروا انشر فاكرين حالكن بالدول السوري مشان والله بدنا تغيير الملعب او بدنا الملعب الكبير لا 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 ما في شي اسمه تغيير الملعب وفي حال عجبك الفيديو اشتركوا معنا بالقناة واضغطوا على زر اللايك وكتب لي تحت بالتعليقات توقعاتك لمباراة دور 16 وخلنا نبدأ بركة الله بعد الفاصل فاذا يا شباب ازمة المنتخب السوري قد تكون واضحة للعيان يلي بتابع المنتخب السوري ويلي بحب وبيحشق كرة القدم ليش؟ شاهدنا بالمباراة الماضية امام اوزباكستان استراليا والهند تمام؟ يا شباب يعني تقريبا خطوطنا كانت متكاملة من حراسة المرمى بقياة احمد مدنية رباعي خط الدفاع خط الوسط ولكن كان ينقصنا الحالة الهجومية رأس الحربة كان ينقصنا اللعب اللي ينهيلك الطابة تمام؟ فبصراحة بثلاث مباراة عانينا الا بمباراة الاخيرة امام الهند بالدقيقة 76 اللي سجل الهدف الوحيد عمر خريبين ويعني لو لا هذا الهدف كانت حاليا وضع الرياضة بالسورية غير كان انشاء الاتحاد الكرة اتحاد الرياضة العام بمأزق وكان صار في مشاكل كتير كبيرة منتخب السوري بغين عنها ولا الجمهور بحاجة واجع راس صح وجود بابلو صباو مهم بس ولكن انا كوجد نظري وكما وتابعتي لهذا الشخص انا بصراحة ما شفته عطى اضافة كبيرة هلأ كتير من الناس رح يزعلوا ان كان على فيسبوك ولعوتيوب رح يزعلوا ليش عم بيحكي على بابلو صباو لا يا جماعة هذا انا عدم معهزة لا بعرفه ولا بيعرفني نحن عم نحكي تحليل نحن عم نحكي كلام واقعي لصالح المنتخب السوري باكتر امام منتخب الهندي ثلاث فرص محققة ضيعها بابلو صباو لو اي لاعب تاني بداله كان بامكانه سجل الاهداف وريحنا ونهى المباراة بصالح لمنتخب السوري هذه الأزمة بصراحة الأزمة لانه المنتخب الايراني مدجج بالنجوم عنده لاعبين خبرة من الحارس المرمى للمهاجم عنده اسماء كبيرة وشوفوا منتخب ايراني يا شباب لعب ثلاث مباراة بدور المجموعات وسجل عدد اهداف كثير بلش في اول مباراة امام المنتخب الفلسطيني ربح اربعة واحد المباراة الثانية امام هونج كونج ربح واحد صفر والمباراة الاخيرة امام المنتخب الاماراتي ربح اثنين واحد يعني بكل مباراة عم يسجل اهداف بكل مباراة عنده فائض من الاهداف يعني يا شباب بثلاث مبارايات مسجل سبع اهداف رقم كتير كبير بالنسبة للمنتخب ايراني وشباكو اطلقت ثلاث اهداف يعني بتسجل علي اهداف ولكن نسبة تسجيل اهداف كانت اكتر سبع اهداف خلال ثلاث مبارايات نحن ثلاث مبارايات سجلنا هدف واحد وهيك بشكل سريع رح اعطيكم بعض المعلومات عن منتخب ايران معدل الاعمار بالمنتخب الايراني تسعة وعشرين فاصلة ستة يعني يعتبر منتخب من الاعمار الكبيرة اللي مشاركة بكاس اسيا اكبر اللاعبين مع الفريق ابراهيمي معدل عمره او عمره بشكل عام هو ستة وثلاثين سنة واصغر لعب عندهم سهمان عمره واحد وعشرين عام القيمة السوقية للمنتخب الايراني يا شباب واحد وخمسين مليون يورو واحده واحده ها لحاله واحده ولحاله مهدي طارمي اتناعشر مليون يورو يعني انا متأكد مية بالمية انه مهدي طارمي رح يسجع على منتخب سوريا الاقل هدف واحد فايزان هدول بعض المعلومات السريعة عن المنتخب الايراني خلينا نشوف مباراة دور ستة عشر وكمان بتمنى يا شباب شاركونا بالتعليقات اي مباراة اقوى ومين ممكن يتأهل لدور الربع نهاية مباراة دور ستة عشر رح تبدأ يوم الاحد بتاريخ ثمانية وعشرين واحد الفين واربعة وعشرين تمام المواجهة الاولى رح تجمع عما بين استراليا واندونسيا ساعة انتينوص بتوقيت مكة المكرمة المباراة الثانية تاجستان الامارات الساعة سبعة المساء مباراة يوم الاثنين بتاريخ اه تسعة وعشرين واحد الفين واربعة وشرين اه العراق رح يواجه الاردن ساعة انتينوص اه قطر رح يواجه فلسطين الساعة سبعة ونص مباراة يوم التلتاء بتاريخ ثلاثين واحد الفين واربعة وعشرين اوزباكستان رح يواجه تايلند مباراة ساعة متعة الساعة انتينوص السعودية رح تواجه كوريا الجنوبية ساعة سبعة بتمام الساعة سبعة قمة بصراحة مباراة يوم الاربعة اه في انتظار الاربعة نحن اه البحرين رح تواجه اليابان متوقع محسومة للمنتخب الياباني يا شباب المباراة ساعة انتينوص مباراة سوريا وايران يوم الاربعة كمان بتاريخ واحد وثلاثين واحد الفين واربعة وشرين المباراة بتمام الساعة السابعة توقيت ممتاز جدا لكل الناس نقطة الاخيرة يا شباب خصوص ملعب المباراة سوريا وايران سمعنا اخبار على فيسبوك انه رح يتغيروا من هالكلام لا 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 اشي مفكرين حالكم بالدوري السوري تغيروا المباراة ستغيروا الملعب وما بعرف شو لا الاتحاد الاشيوي لكورت قدم قبل ست شهر بحط روزنامة بحط الملعب ملعب مثلا لوسيل رح يحتضن الفتاح والختام ملعب البيت رح يحتضن اربع مباراة ملعب الخليفة ملعب فلان ملعب عالتان كله نظامي كل واحد له عدة مباراة ما في اي تغيير هذا النظام اللي بعرفه النظام الدولي نظام الاتحاد الاشيوي الافريقي الاوروبي الامريكي ما في شي بتغير لانه كل شي محطوط كل شي الاعلانات المقاسات الدخول الخروج كل شي منظم يعني كرماء المباراة او مضخب ما ممكن يغيروا الملعب يا شباب هذا فيديو اليوم ان شاء الله ان ارعجبكم اذا وصلتوا لهون تضغطوا على الزر اللايك والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة